موسيقى جاء الحق وتهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث أنه المبادئ الباطلة الأشخاص المبطلون يزولون ويزهقون ولو بعد حين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون التشريع تطابق مع التكوين لذلك بالنسبة إلى أن الله سبحانه وتعالى قدر ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه هذا تقدير الله سبحانه وتعالى للظهور إنما هو لأن هذا التقدير يطابق التشريع يعني أمر طبيعي جدا وعدم تقديره وخلاف الحكمة لأن الله سبحانه وتعالى يريد الفلاح لعباده يريد الإيمان لهم يريد الهداية لهم لذلك كل شيء يقف حجر عثر أمام هذه الهداية الله جعله زاهقا ولو طول يمكن يطول لكن بالنتيجة هذا زاهق وأي شيء يقرب الإنسان إلى الهداية جعله الحق ويثبت فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثه في الأرض عندما تأتي الأمطار تتحرك المياه تشوف على هذه المياه زبد زبد إما مثلا فقاعات موجودة على الماء المتحرك أو أوساخ موجودة مثلا لكن هذه كلها تزول الذي يمكث في الأرض يعني ينزل إلى الأرض ويتحول إلى آبار ومياه جوفية أو مياه ارتوازية ذاك الذي يمكث في الأرض مو الزبد اللي هو عالي أنت عندما تنظر إلى الماء المتجاري المتحرك ترى الزبد عليه الأوساخ عليه صوت عالي لكن هذا ما يفيد الآن أنت تشوف أهل الباطل صوتهم عالي جدا يملكون إعلام وصوت وضجيج وكذا 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 وإلهم الملك والحكم ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك الشوف هو المالك هو الحاكم الفلوس بيده السلطة بيده مستأثر بالمال مستأثر بالسلطة زين ويضطهد المؤمنين وكذا 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 لكن هذا زائل ما يبقى ولو أنه إحنا صبرنا قليل لكن الله سبحانه وتعالى من أوصاف أنه صبور الله صبور بمعنى أنه لا يعجل الأمور في غير أوانها كل الأمور الله سبحانه وتعالى يجعلها في أوانها زارع يزرع الزارع يريد هاليوم يحصد ما يحصد هاليوم لازم ينتظر الدورة الكاملة تمر إلى أن هذا الزرع يصل إلى النتيجة ثم يحصده إذن الله سبحانه وتعالى في مسألة ظهور لإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا أمر طبيعي أصلا ضمن قوانين الكون ضمن تطابق التشريع مع التكوين ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور في أوانها في أوقاتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر